2011 النهاردة مش نقصة تاني ده احنا منصدق 2018 تكون سنة الامل زي ما قولنا وبنتكلم ان شاء الله مش هيبقى فيها تخريب تاني ولا خراب تاني واللي براهن على انه هيعمل فوضى تاني بقوله يعني انسى انسى احنا عندنا يوم بعد بكرة لجنة الحياة الوطنية الانتخابات هتعلن عن البداية التقدم للترشيح خلال هذا الشهر ثم حددوا الانتخابات الرئاسية شارمر خلط دخلين على انتخابات دخل انتخابت وتعايز تعمل لي ايه في البلد تقدم ايه بتقول ايه للعالم بتقاير رسالة ايه فوضى مين اللي هيسمح لك بدا الدولة هتسمح شرطة هتسمح قوات المسالحة هتسمح محدش هيسمح بيحصل الارهاب ويحصل الارهاب مش هنقول الارهاب هتوقف مش هتوقف الارهاب هنتعايش مع الارهاب نبقى فاهمين الحكاية لموضوع اكبر من تنظيم او من جماعة الموضوع خاص بدول باجهزة عايزة تشتغل وعايزة تورد لنا تبعث ناس وتورد ناس وناس تيجي من دول حوالينا عشان يعملوا عمليات اغتيالات وتفجرات وارهاب عارفيني الكلام ده وكل شوية الدولة بتمسك اجلس الدولة بتمسك ناس وبتكشف ناس وبتحبط عمليات ضخمة ما بيتمش تكشف عنها مش هيسيبك مش هيسيبك انت كمواطن ولازم تبقى اخد بالك اللي راح النهاردة عند الاسم وانا مرة تانية بوريك المشاهد ديه هو انت عايز المشاهد ديه مرة تانية تبقى في بلدك تتكرر تاني ومين اللي بيدافع عن الناس ديه اللي بيدافع عنه وانا بقول لحضركم واللي بيزخن الصيع انتوا عارفين الصيع والخونة حدش تاني ابدا ممكن يوقف ويساند هذا المشهد الا خاين او مجرم حدش تاني يقول لك هو انت تسمح بدات زي عنه وانت عايز ترجع المشاهد ديه تاني زي يعني بخلصنا منه الفين وطلاتاشر واوال الفين واربعتاشر خلصنا من الفوضى اللي كانت موجودة في مصر فوضى دي مش هتتكرر تاني وانا بقول لكم قولا واحدا القانون ياخد مجراه ياخد مجراه لاخر مدى طالما لو سبت سبت خلاص تاخد والمحكم والخضاء ياخد اجراءاته ما سبتش معرفش محدش عنده معلومة ما فيش تفاصيل ولا فيه اي اجراء فيش اي حاجة تتعلق ايه اللي حصل ليه المواطن عفردته اللي ما نقلوه المستشوى مات مش عارف في ايه كل الكلام ده ننتظر طب الشرع هيقول كلمته ننتظر نيابة العامة هيقول كلمتها ننتظر ايضا تحقيقات موجودة في الدخلية الدخلية النهاردة فيها تحقيقات على اعلى مستوى قطاع التفتيش في الوزارة بيحقق حقق مع الناس الموجودين في الاسم ايه اللي حصل تم ازاي طب فيه ناس ما معاه في نفس العنبر ولا لا حصل اشتباكات ولا ما حصلش حاجة ولا ما حصل حد اعتدق ما كل ده التحقيقات هي اللي تقول لنا مش احنا نتبرع ومش حد يطع تبرع كده بلا اي معلومة ناس النهاردة الضهر يقول لك ايه طب الشرع ايه طب الشرع ايه طب الشرع اتضح انا ما طلعاش تقرير ما طلعاش تقرير لحتى هزي اللحظة يقول ليه اللي حصل الناس بتطرروا على الحساب مين يعني مين هو اللي بيقول ليه اللي بتتبرعوا لانه ارجوكوا القضايا من النوع ده قضايا حساسة للغاية مش هنخبي بس كمان ما قولش ما فابريكش لو فيه معلومة حقيقية هنقولها اللي قدامنا الحقيقة اللي قدامنا دي فعشان كده انا بتتكلم قدامنا مجموعة من البشر راحوا زي ميليشيا كده وبلطجية يهاجموا اسم الشرطة ويعتدوا عليه ويقتحموه ده اللي قدامنا هو فيديو صوت وصورة ايه اللي حصل تم التعامل معاهم الناس هون ما نصوروا بتقول ما قطم هل ده مسموح تاني هل مسموح حد في البلد مسموح له انه يعمل ده تاني فانهي بلد وانهي دولة ومين اللي هيقول ده يتكرر مرة تاني في مصر تاني زي ما بقول كده انه اي حد النهاردة يفكر ايه عندي مشكلة اروح اقتحم اسم ما خلاص كان زماني يا جماعة مرة تانية بكرر الحكاية دي وعشان كده حتى لا يتكرر هذا المشهد تاني اللي عنده اي مشكلة عنده جهات التحقيق